سيد الرئيسي سيد الرئيسي ونحن نستحضر خصوصية المرحلة والضرفية التي تمر منها بلادنا وأهمية إجراءات الاستباقية الهامة التي اتختموها لحماية الجسم التعليمي من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا وقراركم القاضي بإغلاق المؤسسات التعليمية وتعليق الدروس الحضورية بها وفي مقابل ذلك اعتماد آلية التعليم عن بعد لمواكبة الدروس البيداغوجية في سبيل السعي لاستكمال المقرر الدراسي لهذه السنة وقبل الحديث عن مدى نجاح تجربة التعليم عن بعد من عدمه وهو ما سنعود إليه في معرض تعقيباتنا ما يهمنا بالأساس سيد الوزير هو أن نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر وأن نضمن لبناتنا وأبنائنا من التلاميذ والطلبة الظروف الملائمة لإنهاء مقراراتهم ومن هذا المنطلق نسائلكم سيد الوزير المحترم عن التدابير التي ستبلورونها من أجل استدراك الحصص المتبقي من الموسم الدراسي الجاري ومواكبة المتعلمات والمتعلمين بضغوجيا ونفسيا ومعالجة اختلالات منظمة التربية والتكويل التي كشفت عن هذه الجائحة شكرا سيد النائبة الجواب للسيد الوزير الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه السيدة الرئيسة المحترمة السيدات والسادة النواب المحترمون أود بداية أن أشكر مختلف الفرق البرلمانية على تفضلها بطرح هذه الأسئلة القيمة والتي تكتسي أهمية بالغة لكونها تشكل انتغالا آنيا وأساسيا لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين كما يسعدني أن أقف اليوم أمامكم في هذه الجلسة الدستورية وداخل هذه المؤسسة الموقرة لما تحمله من رمزية ودلالات قوية خاصة وبلادنا تعيش لحظة تاريخية غير مسبوقة تطبعها قيم المواطنة والتضامن والتآذر وتلاحم كافة القوى الحية في مواجهة هذه الضرفية السيدنائية والعصيبة وكذا روح المسؤولية والجرأة التي أبانت عنها الحكومة كل هذا بفضل التوجيهات السديدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لذا يحق لنا أن نفخر ونعتز جميعا بالمقاربة السباقية والعقلانية التي تبنتها بلادنا للتصدي لوباء كورونا والتي تم تنفيذها بإشراف مباشر من صاحب جلالة صره الله والتي أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وجنبتنا الأسوأ فلنقف جميعا وقفة إجلال وإكبار لجنود الصفوف الأمامية من أطر ومهني الصحة وأفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية على التضحيات الجسام التي قدموها خدمة للمواطنات والمواطنين ولوطننا الحبيب وكذا لجميع الأساتذة والمكونين والمفتشين وجميع الأطر التربوية والإدارية والتقنية مركزيا وجهويا وإقليميا على المجهودات الكبيرة التي بذلوها منذ إقرار تعليق الدراسة الحضورية ولا زالوا يبدلونها إلى حدود الساعة من أجل تقديم الضروس أو المحاضرات عن بعد في أحسن الظروف رغم الإكراهات والصعوبات التي يطرحها هذا النمط من التعليم والتي هي مغايرة لما ألفوه في التعليم أو التكوين الحضوري هذه المجهودات التي تنم عن حس وطني عالي وتقدير للمسؤولية المشتركة والكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعا في ضمان الخدمة التربوية لبناتنا وأبنائنا أتوجه كذلك للأمهات والأباء بأسمى عبارة شكر والامتنان على انخراطهم الفعال في مواكبة بناتهم وأبنائهم والعمل على توفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم عن بعد ومواصلة تحصيلهم الدراسي كما لا يفوتني أن أشكر شركاء الوزارة الذين ساهموا في أجرأة عملية التعليم عن بعد وخاصة الشركة الوطنية للإداعة والتلفزة وجامعة محمد السادس متعددة تخصصات تقنية ووكالة المغرب العربي للأنباء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وبعض الشركاء الدوليين ومؤسسات القطع الخاص وكذل المنتخبين وجمعية المجتمع المدني الذين أطلقوا مبادرات مواطنة من أجل تيسير ولوج المتعليمات والمتعلمين لآليات التعليم عن بعد إلى ذلك أنوه وأشيد بالمواكبة الفعالة والدأوبة لكافة وسائل الإعلام الوطنية لعملية التعليم عن بعد ومساهمتها في تحسيس المتعليمات والمتعلمين والأمهات والأباء بأهميتها سيدات والسادة النواب المحترمون كما لا يخفى على حضراتكم عملت بلادنا على اتخاذ عدة تدابير وقائية واحترازية على مختلف المستويات منذ ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا وذلك بجعل صحة وسلامة المواطنات والمواطنين أولويات الأولويات تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية وبتاريخ 13 المارس المنصرم قررت الوزارة بصفة استثنائية تعليق الدراسة الحضورية انطلاقاً من يوم 12 المارس بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية وكذا مؤسسة تكويل مهنية وتكويل الأطر سواء عمومية أو الخصوصية هذا التعليق الذي تم قبل إقرار حالة الطوارئ الصحية يعتبر سابقةً في تاريخ بلادنا كما جاء في إطار جملة من التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذت بغية الحد من العدوى وانتشار هذه الجائحة ومباشرةً بعد تعليق التعليم الحضوري عملت الوزارة على تنزيل خطة وطنية من أجل ضمان السمرارية البداغوجية وذلك من خلال إطلاق عملية التعليم عن بعد مع التأكيد على أن الأمر لا يتعلق باتاتاً بعطلة مدرسية استثنائية بل بتعويض التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد ولتحقيق هذه الغاية تجندت الوزارة بجميع مسؤوليها وأطورها التربوية والإدارية والتقنية على المستوى قطاعاتها الثلاث مركزياً وجهوياً وإقليمياً وفي وقت قياسي من أجل توفير بدائل متعددة لضمان هذه الاستمرارية البداغوجية لفائدة عصر ملايين تلميذ وطالب ومتدرب وفي احترام تام للتدرج البداغوجي المقرر في التعليم الحضوري قمنا بإطلاق هذه العملية ونحن واعون تمام الوعي أن هذا النوع من التعليم لا يمكن بأي حال من أحوال أن يعوض الضروس الحضورية سيدات والسادة النواب المحترمون في هذا الصياق أتشرف بإطلاع مجلسكم الموقّر على التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل مواجهة تدعية جائحة كورونا على منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا وكذا سيري وآفاقي سنة الدراسية الجارية في ظل الضرفة الستنائية التي نعيشها حاليا ففيما يخص الشق المتعلق بالتدابير المتخذة من طرف الوزارة لضمان السمرارية البداغوجية فقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات من أجل توفير التعليم عن بعد لكافة التلاميذ والطلب والمتدربين وذلك من خلال مجموعة من الدعامات والمنصات الرقمية والقنوات التلفزية فبالنسبة لقطاع التربية الوطنية تم الشروع ابتداء من يوم الـ 12 مارس في تنزيل عملية التعليم عن بعد من أجل استكمال المقرارات الدراسية في أفضل الظروف وذلك عبر تفعيل العمليات التالية استعمال منصة تلميذتس من أجل توفير موارد رقمية للمتعلمات والمتعلمين وقد بلغ مجموع الموارد الرقمية المتوفرة حاليا 6200 موارد رقمي تغطي جميع الأسلاك الابتدائي الإعداد التانوي والمسالك والمستويات والمواد الدراسية وهو إنجاز غير مسبوق لم يتم تحقيقه خلال عشر سنوات الأخيرة ويصل معدل تتبع اليوم للتلاميذ عبر هذه المنصة 600 ألف تلميذ بدت دروس عبر القنوات التلفزية الوطنية التقافية وقناة العيون والأمازيغية من أجل ضمان تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتوفير دروس بالنسبة للتلاميذ الذين لا يتوفرون على الحواسب أو على الربط بشبكة أنترنت خاصة في بعض مناطق العالم القروي علماً أن جميع التلاميذ هذا الوسط يتوفرون على الكتب المدرسية الموزعة في إطار المبادرة الملكية لمليون محفظة وهنا أود أن أتقاسم معكم مبادرة تضامنية قامت بها المؤسسة التعليمية في العالم القروي حيث عملت على توزيع المواد الغدائية المخزنة في الداخليات والمطائم المدرسية على الأسر المعوزة بتنصيق مع السلطات المحلية ويبلغ عدد دروس التي تبت يومياً على هذه القنوات ثلاث سعود وخمسين درساً حيث وصل مجموعة دروس المصورة التي تم بتها تلتلاف وربعمية وواحد وربعين درس منذ انطلاق هذه العملية وفيما يتعلق بعملية التكوين عن بعد الخاصة بالأساتد الأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدارة التربوية والتي تتم عبر بوابة خاصة بهم إي تكوين فقد نهز عدد المستفيدين 23 ألف وميتين وتسعين مستفيد ومن أجل تمكين الأساتدة من التواصل المباشر مع تلامدتهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلامد في العملية التعليمية التعلمية أطلقت الوزارة العمل بالخدمة تشاركية تيمس المدمجة في منظومة مصار وقد نهزت نسبة تغطية مجموع الأقسام الافتراضية المحددة بالتعليم العمومي 96% فيما وصلت بالتعليم الخصوصي إلى 71% وهمت هذه الخدمة أكثر من 85 ألف أستاذ و300 ألف تلميذ وموازة مع هذه الخدمة التشاركية أطلق الأساتذة عدة مبادرات فرضية من أجل مواصل التواصل المباشر مع تلامدتهم عبر استعمال مواقع التواصل الشمائي أو آليات أخرى وبعد ذلك شرعت الوزارة في بتي حصص جديدة مصورة لمادة التربية البدنية وذلك بهدف الحد من مظاهر التوتر النفسي عند التلاميذ وتجديد طاقتهم الإيجابية لمواصلة التحصيل الدراسي عن بعد في ظروف مريحة كما تم أيضاً بدت حصص مصورة تهم التعليم الأولي وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي إلى ذلك عملت الوزارة على تكييف بعض الضروس المصورة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة خاصة الأطفال الصم من خلال توفير لغة الإشارة كما أدرجت حصص للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي ضمن شبكة البرامج التي يتم بتها وضماناً الاستمرارية البداغوجية بالنسبة لطلبة الأقسام التحضيرية عملت الوزارة على توفير منصة للتعليم عن بعد خاصة بهؤلاء الطلبة بتعاون بين الوزارة وجامعة محمد السادس متعددة تخصصات التقنية وحرصاً منها على تفعيل أدوار الحياة المدرسية كذلك عن بعد وكذا على تمكين التلميذات والتلاميذ من مواجهة الضغوط النفسية للحجر الصحي واستثمار مهارتهم الفنية عملت الوزارة على إدراج حصص فنية وترفيهية إلى جانب إطلاق عدة مصابقات فنية وتقافية ورياضية ولا تفتني هنا الإشارة إلى المبادرة التي قامت بها الوزارة بتعاون مع الناشرين والتي تتجلى في توزيع كراسات للمراجعة والدعم التربوي والتعلم الداتي في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية بشكل مجاني خلال الأسبوع المقبل على مليون تلميذ يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص بجميع أنحاء بلادنا وذلك من أجل تمكين أولئك الذين وجدوا صعوبة في متابعة الدروس عن بعد من دعم مكتسباتهم وتعلماتهم إلى ذلك وضعت الوزارة بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة تخصصات تقنية وكذا مدرسة 13-37 للبرمجة والابتكار ومدرسة يوغود رقماً أخضر المكالمة بالمجال للإجابة عن جميع استفسارات وتساؤلات تلامذ والأساتذة والآباء والأمهات بخصوص منصة تعليم عن بعد التي أنشأتها الوزارة حيث تلقى المكلفون باستقبل المكالمات إلى حدود اليوم أكثر من 7500 مكالمة تمحورت مجمل الأسئلة حول كيفية الولوج إلى المنصات الرقمية مجانية الولوج إلى المنصات الرقمية وبرمجة الانتحانات الدراسية وبالنسبة لقطاع تكوين مهني وضماناً لاستمرارية البداغوجية وإنجازاً ما تبقى من المقرر تكويني تم تشكيل لجنة ضم مختلف القطاعات المكونة يتولى تنصيقها قطاع تكوين مهني لتتبع إسير تكوين عن بعد وتطويره حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف فعلى مستوى مكتب تكوين مهني وإنعاش الشغل تم تنزيل العملية التالية وضع مسطحة رقمية للأقسام الافتراضية بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المتاحة كالبريد الإلكتروني وتطبيقات تواصل اجتماعي إعداد نسخ ورقية للدروس من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة بالنسبة للمتدربين الذين لا يتوفرون على الربط بشبكة الأنترنت وضع رهن إشارة المتدربين أزيد من 40 ألف مؤلف مرجعي رقمي يغطي مختلف الميادين كما استفاد 280 ألف متدرب من المنصة الإلكترونية الجديدة للتعليم اللغات الأجنبية إنجاز 270 ألف حصة تكوينية بما مجموعه 800 ألف ساعة تكوين بمختلف المستويات إلى ذلك بلغ عدد المتدربين المستفيدين من التكوين عبر الخدمة التشاركية تيمس 85 ألف متدرب وبالنسبة للمتدربين الأجانب المنحدرين من دول إفريقية فلا زال 576 متدربا يستفيدون من خدمات تعليم عن بعد والإيواء منذ الإعلان عن فترة الحزر الصحي مع التحمل الكامل لحاجياتهم اليومية ومتابعاتهم عن قرب وعلى مستوى القطاعات المكونة العمومية الأخرى والمعاهد ذات التدبير المفوض تم العمل على اعتماد عدة حلول رقمية بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لفائدة 25 ألف متدرب فيما تراوحت نسبة استفادة المتدربين من تكوين عن بعد على مستوى قطاع تكوين المهني الخاص بين 50% و90% حسب مجالات التكوين أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي فقد تمكنت الجامعات المغربية بفضل المجهودات الجبارة لهيئات التدريس والفرق الإدارية والتقنية بالجامعات من توفير ترسانة مهمة من الموارد الرقمية والسمعية البصرية والعديد من الدعمات البداغوجية لتمكين الطلبة من السمرار في التحصيل الأكاديمي حيث تم إنتاج أكثر من 115 ألف مورد رقمي متنوع همت هذه الموارد الرقمية بين 80% و100% من المضامين البداغوجية المبرمجة وقد تم وضعها على البوابات الإلكترونية للجامعات والمؤسسات التابعة لها كما اعتمدت مختلف المؤسسات للتفاعل مع طلبتها على خدمات عدة منصات رقمية ومواقع إلكترونية وأنظمة معلوماتية إلى ذلك تم الشروع في تقديم مجموعة من الضروس والمحاضرات المصورة على القناة الرياضية وتشمل هذه الضروس مختلف حقول معرفية التي يتم تلقينها بمؤسسات السقطة بالمفتوح ولسيما تلك الخاصة بسيك الإجازة الأساسية التي تستقطب ما يفوق 90% من العدل الإجمال للطلبة وقد مكنت هذه التغطية التلفزية من بتي 13 درس بمعدل 8 ساعة في اليوم ليصل مجموعة درس التي تم بتها إلى حدود اليوم حوالي 372 درساً شملت 6 مسالك في الحقول العلمية والتقنية 3 مسالك في حق العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية و14 مسلك في الأداب والعلوم الإنسانية إضافة إلى ذلك بادرت الجامعات إلى بتي الدروس في العلوم الإنسانية من خلال مختلف الإداعات الجهوية كما قامت بتسجيل 23 ندوة ومائدة مستديرة حول جائحة كورونا ومقاربتها من مختلف الزوايا تم بتها عبر القناة الرياضية وبالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المحدود استفادت طلبة من 100% من المضامين المسطرة في البرامج التكوينية إلى ذلك عملت الوزارة على بتي برنامج تلفزي Word on Street لتعلم اللغة الإنجليزية وتقافتها وذلك في إطار الشراكة مع المجلس التقافي البريطاني وكذا فتح موارد المكتب الرقمية الدولية إيبيسكو بشكل مجاني في وجه الطلبة والأساتد والباحثين إضافة إلى مجموعة من المنصات والمكتبات الدولية العالمية كالمناهل وكيرن ودالوز سيدات والسادة النواب المحترمون إن النتائج التي أصفر عنها تنزيل خطة الوزارة لضمان السمراري البداغوجية على مستوى القطاع الثلاث والتي هي للإشارة تجربة غير مسبوقة ببلادنا تظل جد إيجابية وتشكل خطوة مهمة في مصاري تطوير منظومتنا التربوية والارتقاء بها وقد تمكننا من أجراءة هذه الخطة استناداً إلى الرصيد الهام من الخبرة والتجربة التي راكمته الوزارة في مجال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين المجهودات الجسام التي بدلها مختلف الفائلين التربويين على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية من أجل تنزيل عملية تعليم عن بعد في وقت قياسي مباشرة بعد تعليق الدراسة الحضورية وروح المواطنة والانخيرات الفعال لعدة شركاء المؤسساتيين والمنتخبين وجمعية المجتمع المدني والقطع الخاص والأسر وذلك من خلال مساهمتهم القيمة في هذه العملية إن هذه التجربة الفريدة من نوعها تستوجب عملية تقييمية علمية موضوعية من أجل الوقوف على مواطن قوتها وضعفها وذلك في أفق الارتقاء بالتعليم عن بعد ومأساسته باعتباره مكملاً للتعليم الحضوري كما أنها يمكن أن تكون محطة ملاحظات أو انتقادات لكن ينبغي علينا جميعاً أن نعي تمام الوعي أن اللجوء إلى التعليم عن بعد كان هو الحل وحيد والأمثل لضمان السمرارية البداغوجية في ظل تعليق الدراسة الحضورية وكذا في ظل تدابر الحظر الصحي التي اتخذتها بلادنا ولهذه الغاية تقوم المفتشية العامة لشؤون تربوية للوزارة حالياً بإجراء دراسة تقييمية لهذه العملية وذلك بإشراك هيئة تفتيش اعتباراً لدورها المحور في المنظومة التربوية علماً أن الوزارة أطلقت الأسبوع المنصرم استطلاعات رأي موسعة عبر منصة تعليم عن بعد وكذا عبر موقعها الرسمي تهم التلاميذ والطلبة والأساتد والأسر حيث من المنتظر أن تمكن نتائج هذه الاستطلاعات من معرفة كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتدتهم مع هذا المستجد الذي تم خلاله تعويض تمدرس الحضور بصفة مؤقتة وستعمل الوزارة على التفاعل الإيجابي مع كل ملاحظات والاقتراحات المقدمة بهذا الخصوص بما فيها طبعاً تلك التي سنتوصل بها من مجلسكم الموقر سيدات والسدى نواب المحترمون أما فيما يخص الشق المتعلق باستكمال الموسم الدراسي الحالي وتنظيم الامتحانات فقد عملت الوزارة في إطار مقاربة استباقية وتشاركية على إطلاق مشاورات موسعة مع كافة الجهات المعنية من أساتذة ومفتشين ومضراء المؤسسات التعليمية ورؤساء الجامعات وعمداء المؤسسات الجامعية ومضراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين والمؤسسات والقطاعات المكونة ومؤسسات القطع الخاص وكذا جمعية أمهات وأباء وأولياء التلامذ والشركاء الاجتماعيين وقد انصبت مجمع الاقتراحات في نفس التصور التي أعدته الوزارة والذي يرتكز على عدة محددات تتمثل في الحفاظ على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وكذا تطور الوضعية الوبائية ببلادنا نسبة إنجاز المقررات الدراسية والبرامج التكوينية حضوريا بلغت 70 إلى 75% قبل تعليق الدراسة كون التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري أخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين وكذا مراعاة تفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على قيمة ومصداقية الشواهد الوطنية واعتبار لكل هذه المحددات فقد تخذت الوزارة القرارات التالية على مستوى القطاعات الثلاث عدم استئناف الدراسة الحضورية بالنسبة لجميع التلامذ والمتدربين والطلبة إلى غاية شهر شتنبر المقبل بكافة المؤسسات العمومية والخصوصية والبعاتات الأجنبية مواصلة تفعيل سمرارية البداغوجية عبر عملية التعليم عن بعد إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي لفائد التلاميذ والطلبة والمتدربين من أجل استكمال مقررات الدراسية والبرامج التكوينية وتوفير الدعم التربوي اللازم من أجل التحضير الجيد للانتحانات وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات الفجزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السيك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي وهنا ينبغي التأكيد مرة أخرى على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينتهي بعد كما أن المحطات المقبلة ستكون محددة للمسار الدراسي للتلاميذ والطلبة والمتدربين حيث ستمكنهم من متابعة دراستهم في أحسن الظروف وتقوي فرص نجاحهم مستقبلاً وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية سيتم الاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالورية حضورياً وذلك وفق الجدول التالية الضورة العادية لامتحان الوطن الموحد لنيل شهادة البكالورية ضورة 2020 وفق قطبين يومي 3 و 4 يوليوز قطب الآداب والعلم الإنسانية والتعليم الأصيل ومن 6 إلى 8 يوليوز القطب العلمي والتقني وكذا البكالورية المهنية وسوف تقتصر مواضع هذا الانتحان حصرياً على الضروس التي تم إنجازها حضورياً قبل تعليق الدراسة وذلك ضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص وفي هذا الصدد سيتم إصدار إطار مرجعي يحدد الضروس التي سيمتحن فيها المترشحون كما سيعلن عن نتائج هذه الدورة في 15 يوليوز فيما ستنظم دورة استدراكية من 22 إلى 24 يوليوز بالنسبة لجميع الشعب والمساليك وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصى 29 يوليوز 2020 إلى ذلك سينظم الانتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا يومي 4 و 5 شتامبر 2020 والذي ستشمل مواضعه كذلك الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة أما فيما يتعلق بباقي المستويات الدراسية فسيتم اعتماد نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم وكذا نقط الانتحانات المحلية بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي لاتخاذ قرارات آخر السنة الدراسية وهنا لا بد من تأكيد على السلطة البداغوجية الممنوحة إلى مجالس الأقسام في اتخاذ القرارات تربوية لازمة مع تغليب مصلحة التلاميذ أما بخصوص المترشحين الأحرار فستنظم انتحانات خاصة بهم وفق البرمجة التالية الانتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا يومي فاتح وتاني يوليوز على أن تنظم الضورة الاستدراكية لهذا انتحان يومي 20-21 يوليوز الانتحان الوطني الموحد للسنة الثانية باكالوريا ستنظم الضورتين العادية والاستدراكية وفق نفس البرمجة المقررة بالنسبة للمترشيحين المتمدرسين الانتحان الجهوي للسنة الثالثة والانتحان الإقليمي للسنة السادسة بالنسبة للمترشيح الأحرار فسيتم تنظيمهما يومي 25 و26 شتنبر وبخصوص امتحان التخرج بالنسبة لشاهدة التقني العالي فسينظمه من 13 إلى 16 يوليوز في حين ستجر المباراة الوطنية لولوج مدارس التجارة والتسير كنايام أيام 11-13-14 يوليوز والمباراة الوطنية المشتركة الخاصة بولوج مدارس المهندسين من 16 إلى 18 يوليوز مع الاقتصار فقط على الشق الكتابي واستعداداً للموسم الدراسي المقبل فسيتم تنظيم تحان التخرج بالنسبة لكل من مركز التكوين المفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بالنسبة للموجهين وأطر التخطيط والمراكز الجهوية لأساتد الأكاديميات وأطر إدارة التربوية والأساتد المبرزون ابتداء من 20 يوليوز على أن تتم عملية تعيينات خلال شهر غوشت 2020 إلى ذلك ستعرف عملية توجيه المدرسي والمهني والجامعي ابتداء من اليوم إطلاق منصة خاصة تمكن من تدبير جميع مراحل هذه العملية عن بعد انطلاقاً من تعبيره عن الرغبة أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ففي إطار استقلالي البداغجية للجامعات قررت الوزارة باقتراح من ندوة رؤساء الجامعات وبتشاور مع النقبات القطاعية اعتماد المرونة من قبل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود وكذا بالنسبة لبعض المسالك الانتقائية كالإجازة المهنية والمصدر في تنظيم الامتحانات ابتداء من منتصف شهر يوليوز مع نهج صياغ متعددة للتقييم وذلك نظراً لمحدودية أعداد طلب المعنيين كما يمكن لهذه المؤسسات إرجاء امتحانات بعض المسالك والمستويات إلى شهر شتنبر المقبل أما بالنسبة لمؤسسات استقطاب المفتوح فسيتم تنظيم الامتحانات الخاصة بها في شهر شتنبر المقبل وذلك اعتباراً للأعداد المرتفعة للطلبة ولصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية الإيواء والإطعام في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية كما ستمنح للطلبة إمكانية مناقشة بحوت نهاية الدراسة والأطرحات عن بعد علاوة على الترخيص للطلب الباحثين بالالتحاق بالمختبرات بعد رفع الحجر الصحي ومع الحرص على احترام تدابر الوقائية والصحية اللازمة من أجل القيام بالتجارب العلمية اللازمة لمواصلة أو استكمال بحوتهم واعتباراً للتواريخ الجديدة لانتحان الوطني الموحد للباكالورية فقد تم إرجاء تنظيم جميع مبارايات ولوج مؤسسة التعليم العالي إلى ما بعد الإعلان عن نتائج نهائية لانتحان الباكالورية وبخصوص طلب المغاربة الذين يتابعون دراستهم في الخارج في إطار تعاون الدول التنائي بين المملكة المغربية وبعض الدول والذين التحقوا ببلدهم خلال العطلة الدراسية ولم يتمكنوا من العودة إلى الدول التي يتابعون دراستهم بها نظراً للإجراءات الحجر الصحي فقد عملت الوزارة على التنصيق مع وزارة الخارجية وصفارة الدول المعنية من أجل تنظيم الامتحانات النهائية لفائدتهم بالمغرب مع اعتماد المماثلة بالنسبة للطلب الأجانب الذين يتابعون دراستهم بالمغرب أما بخصوص قطعة كوين المهني فسيتم تنزيل إجراءات تالية إجراء امتحانات تخرج في شهر شتنبر المقبل بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيل وكما جرت العادة بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل سيتم تنظيم امتحان نهائي الخاص بهم في شهر نوامبر المقبل وذلك بعد إجراء التدارب الميدانية الاقتصار بالنسبة لانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بالنسبة لجميع التخصصات على احتساب حصرياً نقط فرض المراقبة المستمرة وإلى النتائج أواخر شهر يوليوز المقبل كما تقرر إرجاء جميع مباريات ولوج المترشحين جدود إلى مؤسسات تكوي المهني بالنسبة لمستويات التقني والتأهيل إلى غاية شهر شتنبر المقبل وللإشارة فإن امتحان التخرج ستشمل فقط المصوغات المنجزة خلال فترة الحضورية وحفاظاً على صحة جميع المترشحات والمترشحين والأطور التربوية والإدارية والأطور المشرفة على تنظيم مختلف الامتحانات وبالتالي صحة كافة المواطنات والمواطنين ستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات الوقائية الضرورية التالية تعقيم جميع مرافق مراكز الانتحانات عدة مرات في اليوم توفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة العمل على احترام تباعل اجتماعي استعمال بعض المنشآت الرياضية التخفيف من عدد المترشحين داخل المراكز وداخل القاعات حيث لن يتعدى عدد المترشحين بكل قاعة عشر أشخاص بالنسبة لامتحانات البكالورية إلى جانب ذلك ستصهر الوزارة على تفعيل إجراءات التنظيمية اللازمة من إعداد للمواضع وتدبير لمختلف عملية الامتحان وتكييف انتحانات بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة وتدبير إيواء وإطعام الطلبة والمتدربين المستفدين من خدمات الاجتماعية ومن أجل إعداد جيد للدخول المدرسي بالرسم الموسم الدراسي المقبل ستنطلق التحضيرات لهذا الموسم ابتداء من منتصف شهر يونيو على أن يتم انطلاق هذا الدخول المدرسي في الثاني من شتنبر بالنسبة لقطاع التربية الوطنية مع تخصيص شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي وذلك من أجل تقوية مكتسبات المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من مواصلة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف بالنسبة لقطاع تكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيتم الدخول الدراسي خلال شهر أكتوبر المقبل علماً أن الامتحانات ستنظم خلال شهر شتنبر المقبل وختاماً أجدد التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لا زال ساري المفعول حيث أن عملية تعليم عن بعد لا زالت مصمرة وذلك لتمكين تلامذ والطلبة والمتدربين من اكتساب المعارف والكفايات التي ستمكنهم من متابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البداغوجي اللازم وكذلك لتجنيبهم التعطورات الدراسية التي يمكن أن تصادفهم مستقبلاً وفي هذا الصدد التميث من الجميع التلامذ والطلبة والمتدربين وكافة أطور إدارية والبداغوجية والأسر وجميع الفعاليات المجتمع المزيد من التعبئة من أجل إنجاح جانيع هذه المحطات وذلك خدمة للمصلحة الفضلة لأبنائنا وبناتنا كما أدعوهم إلى مواصلة الانخراك في هذه الملحمة الوطنية النبيلة التي تعرفها بلادنا وذلك حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة العابرة ونرفع تحديات النهوض بالأوضاع الشمائية والاقتصادية لبلادنا ونواصلة مسارنا التنموي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده شكراً لإنصاتكم إذن شكراً لسيد الوزير نمر الآن للمناقشة وربحاً للوقت ونظراً لما يتطلبه التداول على المنصة من وقت للتعقيم التميس من السادة النواب يمكن يلقوا المداخلة يلوم من مقاعدهم المداخلة الأولى لفريق العدالة والتنمية سيد نائب سلطان نعم سيد الرئيسة لكي نضم هذا العملية هو اجتماع رئيس مع رؤساء الفرق ما تخبرناش بهذا الإجراء هذا وفي الجلسة السابقة قلنا أنه لم يكنش إجراء بحال هذا قوت شاو معنا قبل ذلك تفجئين السيد الرئيسة بهذا نعم هذا الإجراء السبب هو أنه أنا مطالب مني باش نضبار نزيان الوقت ديل لهذا الجلسة نمؤهلة كرئاسة لذلك لكن نشوف الوقت دابت نشطلت كين واحد الجلسة أخرى على الساعة الواحدة وقلت أنه ربحاً للوقت واقتصاداً ممكن أنه وحتى المدى ميو خمسين من القانون الداخلي الأساس هو الكلمة من المقاعد وفي المنصة بإذنين من الرئيس وبالتالي نلتمس من السادة النواب أن يلقوا الكلمة من مقاعده والذي لم يقبل هذا الاقتراح يمكن يجينا للمنصة يأخذ الكلام نعم إذا المدخل الأولى فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب المحصرة بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيسي السيد الوزير السيدات السادة النواب المحترمين أتشرف بتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية من أجل التعقيب على جواب سيد الوزير حول ما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها وزارة طربية الوطنية خلال هذه المرحلة الاستثنائية وأود في البداية أن أغتنم هذه المناسبة لأشيد بالإجماع الوطني الذي برهن عليه المغاربة حكومة ومواطنين ومؤسسات خلف جلالة الملك وأغتنم أيضا هذه المناسبة ونحن نتحدث ونناقش قطاع الطربيط والتكوين للتنويه عاليا بسيدات السادة رجال ونساء التعليم وبأطر الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا سيد الوزير لشك أن الوزارة تخذت عدة إجراءات وتدابير وقرارات خلال هذه المرحلة قرارات لا يمكن أن نبسطها كلها لكن دعوني أقول أن أربع قرارات كبرى ربما تكون غير مسبوقة في تاريخ المدرسة المغربية أولها الحسم في قرار عدم وجود سنة بيضاء هذا القرار الذي تطلب جرأة وحسما منذ بداية الجائحة فيه رسالتين أساسيتين أولاً أن الوزارة تعترف من خلاله بالمجهود الكبير الذي بذله رجال ونساء التعليم منذ شتنبر إلى 16 مارس وبدله السلاميد والأسر في مواكبة أبنائهم لذلك لم يكن من الممكن أن نتصور إعلان سنة بيضاء الرسالة الثانية أن الوزارة بهذه القرار تحمي مقدرات الدولة وإمكانياتها وماليتها القرار الثاني هو التعليق الدراسة الحضورية وتخذ يوم 13 مارس حيث سجلت أنا أداك سبع حالات للإصابة وهذا يعني أن القرار كان بشكل استباقي من حيث التوقيت وأهميته أيضاً تكمن في كونه يتعلق بعشر ملايين من التلاميين والمتدربين والطلبة فضلاً عن الأطر الإدارية والطربوية وهذه كتلة بشرية حارجة ومهمة والمستوى العمر لهذه الفئة يعني أننا كنا أمام مستقبل المغرب فلا مجال للمراهنة أو للمغامرة به القرار الثالث ويتعلق بتأمين الاستمراري البذاغوجية عبر اعتماد التعليم عن بعد وهنا سيد الوزير لا يمكن إلا أن ننوها بالمجهودات الكبيرة التي بذلتمها لكن نقول أيضاً أن هذا القرار استضم بعدة إكراهات أولها محدودية الموارد الرقمية التي أنتجت عبر سنوات والتي لم تتجاوز ستمائة مورد رقمي في حين أن الوزارة خلال شهرين وبفضل المجهودات التي بدلها رجال ونساء التعليم استطاعت أن تعبئ إمكانياتها وأنتجت ستة آلاف مضمون رقمي أي ما يعادل حصيلة عشر سنوات الإكراه الثاني مرتبط بقدرة الأسر على مواكبة الأبناء حيث ظهرت تفاوتات كثيرة على اعتبار الهشاشة الاجتماعية ومشكل العدالة المجالية والاجتماعية الإكراه الآخر هو إكراه اللوجيستي مرتبط بالوسائل والتجهيزات التي تعتمد في التعليم عن بعد لا بالنسبة للأسر ولا بالنسبة للأساتدة أيضاً وهناك إكراهات بداغوجية مرتبطة بتمتلنا لمفهوم التعليم عن بعد ذلك أن الأمر تعلق في هذه المرحلة بنقل المعارف من الحوامل الرقمية من الحوامل الورقية إلى حوامل رقمية والمعلوم عند المتخصصين في هذا الباب أن التعليم عن بعد منظومة متكاملة تتيح التفاعل والتفاوض حول المعرفة وهذا ورش يجب أن يفتح مستقبلاً حتى تتم مأسسة هذا النوع من التعليم وفق ما نصت عليه المادة 33 من القانون الإطار وما أشارت إليها الرؤية الاستراتيجية أيضاً حينما أكدت أن من معوقات تعليمنا عدم قدرة منظومتنا على إدماج التكنولوجيات الطربوية بالشكل المطلوب وهنا سيد الوزير نلفت عنايتكم إلى أن هذا الورش يحتاج لاعتمادات مالية كبيرة وهو ما يمكن أن يتيحه صندوق تعميم رقمنا المحدث بمقتضى قانون المالية 2005 والذي يتوفر على اعتمادات بملايير الدراهم السيد الوزير السيدات والسادة النواب محترمين القرار الرابع هو عدم رجوع التلاميذ إلى المؤسسات مع استمرار البيضاغوجية إلى نهاية السنة وهنا سيد الوزير كانت هناك مجموعة من الانتظارات لكن جوابكم اليوم قد أفرج من خلاله على عدد من التدابير الخاصة التي تهم التعليم العالي والتكويل المهني ونود أن نشكركم على تبنيكم للمقترح الذي تقدمنا به في اجتماع اللجنة والمتعلق بإعداد إطار مرجعي موحد حتى نتجاوز إشكالية التفاوتات التي يمكن أن تكون قد حصلت بين الأساتداء وبين المستويات في تقديم الدروس بالنسبة للباكالوريا فمشكورون على هذا التجاوب أما المطلوب الآن هو ما اقترحناه أيضا من أن نصغ كل هذه التدابير في دليل نسميه دليل تدبير ما تبقى من الموسم الدراسي والتكويني والجامعي دليل يسهل على الجميع أن يبحث فيه عن كل ما يهمه من أجل أن تكون الأمور واضحة سيدة الرئيسة سيدة الوزير سيدات السادة النواب المحترمون جائحة كورونا وضعتنا أمام أمام إشكاليات تحتاج أن نعالجها آنيا الأمور اللي بدينا فيها سيدة الوزير الأوراش يجب أن نكملوها برنامج تعميم التعليم الأولي يجب أن نكملوه محاربة الهضر المدرسي والجامعي يجب أن نستمروا كل الأوراش تقليدية للمدرسة المغربية يجب أن نستمر فيها لكن الجائحة أماطة اللتام عن أوراش متجددة جديدة تحديات أخرى للمدرسة المغربية أولها هذا الورش الذي تحدثنا عنه المتعلق بالرقمنا وبمأسسة التعليم عن بعد والتاني هو ما يتعلق بإخراج النصوص التطبيقية والتنظيمية للقانون الإطار ذلك أن كثيراً من الإشكالات التي برزت كان سببها وجود فراغات قالونية وهنا أشير إلى ما يتعلق بالتعليم الخصوصي والنقاش والجدل الذي وقع بشأنه وندعو في فرق العدالة والتنبية إلى تبني مقاربة متوازنة في معالجة هذا الموضوع تراعي مصلحة المؤسسات وتراعي ظروف الآباء والأسر وتراعي حقوق الأجراء المشتغلين في هذا القطاع التحدي الآخر سيد الوزير هو ما يتعلق بالبحث العلمي بلادنا لحد الآن لا تتجاوز نسبة الإنفاق على البحث العلمي من ناتج الداخل الخام أقل من 1% وهذا رقم يدل على أن البحث العلمي لا زال لم يحظى بالمكانة اللازمة سيد الوزير هذه الوزارة اسمها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ولذلك يجب أن يأخذ البحث العلمي من انشغالاتكم ومن اهتماماتكم وأنتم الأستاذ الباحث الشيء الكثير إن شاء الله تعالى مستقبلا أملنا أن تكون هذه الجائحة فرصة من أجل تعميق النقاش حول قضايا المنظومة ونحن متأكدون بأن مدرستنا العمومية وأن قطاع التربية والتكوين قادر برجاله ونسائه وأطره أن يرفع هذا التحدي وأن ننطلق إلى مدرسة المستقبل حفظ الله المغرب ملكا وحكومة وشعبا ومرة أخرى أحيي نساء ورجال التعليم وأحيي أطر وزارة التربية الوطنية مركزيا جهويا وإقليميا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لسيد النائم المداخل التانية لفريق الأصالة والمعاثرة شكرا لسيد النائم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيد الرئيسة سيد الوزير سيدات سادة النواب بدورنا في فريق الأصالة والمعاثرة نثمن كل القرارات والإجراءات المتخذة انتصارا لسلامة المواطن على حساب جوانب ذات أهمية بالغة وهذا ما ميز التجربة المغربية في تعاملها وتعاطيها مع جائحة كورونا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة بدءا من الحجر الصحي كإجراء استباقي مرورا إلى برامج ذات أبعاد اجتماعية مختلفة كما كذلك نسجل لانخراط الفعل للوزارة والأطور التربوية والإدارية وللأسر المغربية التي تكبدت التي قامت بدعم أطفالها نفسيا وعلميا من أجل مواصلة تحصيل الدراسي وبأدوار مختلف الفاعلين المدنيين الذين ساهموا من خلال إطلاق حملات تحسيسية في الدعم والمواكبة كذلك لا يفوتنا أن نقتنم هذه الفرصة لنسجل بإيجابية الاهتمام والتفكير والنقاش والتداول من طرف مختلف مكونات المجتمع المغربي عبر كل الوسائط الاجتماعية والتواصلية حول هذا الورش الحيوي في العتبات سيد الوزير لا بد أن نستحضر في هذا السياق الاستثنائي أيضاً عدم استمرارية الحكومات المتعاقبة والتزامية في مجال تطوير التعليم ذمن رؤية واضحة وستراتيجية قابلة للتطبيق وفق منهجية علمية للمراجعة والتصويب والتوجيه في قطاع يعتبره المغاربة رافعة أساسية لعيشهم وكرامتهم ورقيهم الاجتماع كذلك لا بد أن نثير مشكلة التأخر في تنزيل القوانين وتفعيل القرارات فقانون الإطار انتظر ثلاث سنوات منذ صدور الرؤية الاستراتيجية قبل أن يحال على البرلمان ولا زلنا ننتظر النصوص التطبيقية والتنظيمية لتفعيل هذا القانون كذلك لا بد أن نستحضر قرار إحداث مديرية للتكنولوجيا التعليمية كانت كفيلة بأن تجعلنا اليوم على قدر كبير من الجاهزية في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي كذلك مبادرات من قبيل برنامج نافذة تم إقبارها على إيجابيتها فمنطق الإطباء سيد الوزير لا ينفع في مجال من قبيل مجال التعليم الذي يحتاج إلى التخطيط والبرمجة والإعداد المسبق لأنه فضاء معقد لإنتاج المعرفة ولصناعة المواطنة في المحصل السيد الوزير أصبح قطاع التعليم حقلاً للتجارب فكثرة مشاريع إصلاح منظومة الطربي والتعليم بصمت عن تجربة مغربية بامتياز ولعل هذا ما يؤذب العقل الطربوي ويؤرق الرأي العام المغربي فجزء كبير من المشاكل المزمنة طربوياً وتعليمياً للمنظومة التربوية راجع للسياسات الحكومية المتعاقبة إذ أن المتابعة والعناية الدائمة لجلالة الملك لورش التعليم لا يقابلها ما يماثلها لدى الحكومة من انخراط واضح ومواكبة ملموسة لتطوير السياسة التربوية التعليمية والنتيجة سيد الوزير ارتفاع نسبة التلاميين الذين يغادرون المدرسة سنوياً انخفاض نسبة الطلب المسجلين بالجامعات المغربية والذين يحصلون على الإجازة في ظرفه ثلاث سنوات التزامكم بتخفيض نسبة الأمية غير قابل للتحقق نسب عدم الالتحاق بالمدرسة المغربية مرتفعة ونسب التكرار أكثر ارتفاعاً ونسب التأخر الدراسي واكتظار الأقسام دون الحديث عن نسب الانقطاع على الدراسة المفجعة بالنسبة لكل الأسلاك التعليمية ونسب انتقال التلاميذ من سلك دراسي إلى آخر غير مفرحة ومرضية وكل هذا يقابله غياب أي رؤية للتكوين المستمر لهاءة التدريس وبقاء أعداد كبيرة من الأقسام في البناء المفكك وجود العديد من الاختلالات الطربوية والتعليمية في التعليم بالعالم القرويذات تابع مادي وبنيوي وبشري هي تجليات كثيرة لا يسع المجال لذكرها جميعها لكن الخلاص السيد الوزير أن هذه المشاكل التي تتفاقم رغم كل الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي ليست مرتبطة بتشريع القوانين أو نقص فيها بقدر ما يتمون أساساً في عدم القدرة على تنفيذ سياسة عمومية خاصة بالقطاع وفق رؤية واضحة وعبر برامج عمل قابلة للتحقيق وبوسائل وآليات بعيدة عن التعقيد أما بالنسبة لجائحة فيروس كورونا وما نتجع عنها من إغلاق المدارس والتزام البيوت واعتماد التعليم عن بعد فقد أحدث اضطراباً كاملاً في حياة التناميذ والطلبة وأهاليهم ومدارسهم وهو ما جعل الجميع يطرح العديد من الأسئلة من قبيل ما هي بالضبط الخصائر الطربوية والتعليمية لمنظومتنا التعليمية وما هو الحجم الحقيقي لتأثير حالة الطوارئ والحجر الصحي على قدرة التلاميذ والطلبة على القراءة والفهم والاستيعاب في كل المواد والأسلاك الدراسية وما هي نتائج إنعدام التكافؤ في امتلاك الوسائل الخاصة بالتعليم عن بعد وما هي طرق تقييم تلقي التلاميذ للكفايات والمهارات الأساسية التي يحتاجونها في مختلف المواد الدراسية وفي الحياة العملية وما هي تأثيراتها على مصاريم الدراسي في السنوات المقبلة وما هي السبل والآليات الكفيلة بتقدير نسب القطاع التلاميذ عن الدراسة بسبب الجائحة خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية النائية ما هي الخطة التفصيلية سيد الوزير لتعامل وزارتكم مع المراحل المقبلة سواء فيما يقص التعاطي مع مستوى الباكالوريا أو باقي المستويات الدراسية ومواصلة تفعيل لاستمرارها البداغوجية أو فيما يقص التعليم عن بعد والكراسات التي سيتم توزيعها على التلميذات والتلاميذ وفيما يقص السؤال مطروح على القطاع الخاص ومدى مساهمته مع تلاميذته في إطار القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارتكم وماذا عن التزام بالمعايير الطرفوية الدولية على مستوى تحصيل التعلمات وتنمية القدرات وتملك الكفايات وشحظ المهارات واجتياز الامتحالات للاعتراف بالشواهد المحصل عليها خلال الموسم الدراسي الحالي بما يحافظ على حق المتعلمات والمتعلمين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد الدولية وبما يراعي مواعد إجراء مباريات الالتحاق بها في السنة الدراسية الموالية وقع التأقر في الإعلان عن الإجراءات والتدابير الخاصة بالتعليم العالي والتكوين المهاني ألا يشير ذلك إلى غياب تصور شامل ومتكامل للمنظومة برمتها؟ إن هذه الأسئلة الحارقة وغيرها والتي تؤرق بال جميع المغاربة تقتضي بالتوجه إليهم بالإجابة عليها بكل الشفافية المطلوبة من أجل وضعهم في الصورة الحقيقية للوضع التي آل إليها القطاع ووفق معطيات محصل عليها من خلال عملية تقييم علمية ومؤسسة على مرتكزات واضحة وفي هذا السياق يحق لنا أن نتساءل حول ما إذا كانت الوزارة متملكة لجهاز مفاهيم خاص لتقييم حصيلة التعليم عن بعد وإلى أي مدى تمتلك الوزارة منظوراً شمولياً يجمع بين الجانب القانوني والمالي واللوجيستيكي والتربوي والتعليمي للتعليم عن بعد فتقييم تجربة التعليم عن بعد بحسب بلاغ وزارتكم منطلقه كمي يعتمد إحصاء لعدد زوار من الصد الميرتيس ومتتبع القنوات التلفزية ولعدد الدروس المعدة فماذا عن الحصيلة في بعدها الكيف السيد الوزير؟ ماذا عن الشروط الأساسية للتعليم عن بعد؟ وماذا عن شروط التلقي عبر الوسائط الإلكترونية كشروط غير مألوفة لدى المتعلم والمعلم على حد سواء وتغيب فيه التفاعلية كشرط أساسي لضبط مستوى حصول الفهم والاستيعاب ماذا عن جودة المضامين وعن توفر وسائل وعتات التعليم عن بعد باستثناء معطى مندوبية التخطي شكراً لكيباً المحترمة مداخلة الموالية لفريق تجمع الدستوري ليترضى الأحد النواب مشكوراً سيدة الرئيسة المحترمة سيدات السادة النواب المحترمين السيد الوزير المحترم سلام الله عليكم من نافلة القول أن فيروس كورونا كوفيد تسعطس الذي أصاب كل دول العالم بشكلين مفازئ غنيها وفقيرها قد خلق ضرفاً استثنائياً مما وجب معه اتخاذ إزراءات استعزالية واستثنائية في أن واحد في بداية لا بد أن نشيد ونعتز بالعناية السامية التي أولها جلالة الملك حفظه الله قبل وبعد ظهور أول حالة لهذا المرض ببلادنا ومواكبة جلالته لكل العمليات الرامية لمواجهة هذا الوباء والحد من تداعيته وفق مقاربات ذات طابع آني واستشرافي سيد الوزير لا شك أن قرار تعليق الدراسة بمختلف الأسلاك التعليمية والمؤسسات سواء العام منها والخاص كان قراراً حكيماً وصائباً حفاظاً على سلامة وصحة التلاميذ والأطر التربوية وتبين أنه نتيجة الوضعية المحدة اعتمدتم آلية التعليم عن بعد وفي هذا الصدد نسزل الملاحظة التالية مما زاء في صريحكم سيد الوزير المحترم لقد استطعنا كسب رهان التعليم عن بعد إلى حد كبير وهو قول لنا فيه نظر إذ أن العملية لا زالت في إطار التجريب الأولي ويحتاج إصدار هكذا حكم بشأنها إلى إزراء دراسات دقيقة بعدية تعتمد أدوات باحتيادات مصداقية وما دون ذلك حتى وإن كان معدداً بأرقام فإن منسوب صدقية يحتاج إلى التمحيص والتتبكت لأن هذه الأرقام تتسم بالتعميم وقد لا تنطبق والواقع المعيش وبالتالي فإن حكماً كهذا يبقى قريباً للانطباعية ونتوخى بعد القيام بالدراسات اللازمة أن نقف على نقاط القوة من أجل تعزيزها ونقاط الضعف بغية تصويبها سيد الوزير إن ما تم توظيفه اليوم في عملية التعليم عن بعد لا يرقى لما كنا نطمح إليه خصوصاً ونحن نستحضر ما تم رصده لبرنامج جيني هذا البرنامج الذي شكل أحد المشاريع المهيكلة للورص الوطني المغرب الرقمي 2013 وتموقعه في قلب البرنامج الاستعزالي وكذا ما تم رصده لإنزاز مشاريع مماثلة كانت سادزالنا اليوم نتوفر على بنية تعليمية رقمية متطورة من منصات للتواصل والعرض وبط وترسيخ تقاف التعليم عن بعد وغيرها سيد الوزير أعلنتم أنكم ركزتم في تنفيذ عملية التعليم عن بعد مباسة بعد تعليق التدريس الحضوري على منصة تلميتيس بغرض توفير موارد رقمية ستكون فيه متناول المتعلمين والمتعلمات وقامت الوزارة كذلك بتعزيز ربا التعليم عن بعد عبر العمل بالأقصام الافتراضية عبر خدمة ما صار لضمان التواصل المباشر بين طرفي العملية التعليمية التعلمية الأساتذة والتلاميذ وقلتم سيد الوزير بأن مجموع الأقصام المحددة بالتعليم العمومي بلغ 725 ألف أي بنسبة تغطية بلغ 96% في حين بلغ عدد الأقصام المحددة بالتعليم الخصوصي حوالي 108 ألف قسم افتراضي بنسبة 70% ليصل بذلك مزموع المتعلمين إلى 85 ألف أستاداً و300 ألف تلميذ وإن كنا لا نضحض هذه الأرقام فإننا نجزيم بأن الواقع المعيس لا يسيرها فنسبة كبيرة من الأساس ذو التلاميذ يستعملون أدوات رقمية تواصلية تصنف ثربوياً بالأولية أو دعنا نصنفها بتقليدية نظراً لغياب بعض السروط البيداغوجية أثناء توظيفها مما يحول دون تحقيق الهداف المتوخة منها ويضمن نزاح بناء الكفايات والمهارات مصطرة في المناهج والبراميز الدراسية وإن كنا لا ننكر أهمية خدمة ما صار المشار إليها إلا أن عملية التحسيس بها قبلياً وإدراس كوينة بشأنها من قبل قد أفقدها مفعولها المنشود وجعل منشوب الإقبال عليها غير مرغوب فيه ليبقى مدى نجاحها مرهون بمدى الإقبال والمواضبة عليها لا بمدى إحداتها وهو ما أسرتم إليه من أرقام تخصها فعدد الأرقام لا يعكش بالضرورة نزاعتها ومرضوديتها السيد الواجر المحترم إن الأرقام التي أعلنت عنها وزارتكم أثناء مواكبتها لهذه الفترة استثنائية لا يجب أن تحجب عنها حقيقة لا بد من استحضارها ألا وهي التفاوط الحاصل بين وسطين يجمعهما وطن واحد إنهما الوسط الحضاري ونظره القاروي الذين يطرحان مسألة يمكننا نعتها بالعدالة المزالية التعليمية فالأكيد أن العالم القاروي يضعف فيه وقد تنعدم وسائط الاتصال التعليما لعدة أسباب نعلمها جميعا من قبيل الهشاشة وغياب الرطم الشبكة الرقمية أو ضعف الصبيب والأنترنت وعدم أو نقصة توفر على الأدوات الضرورية للتواصل عن بعد وغيرها وهو الأمر الذي يخلق تفاوتات في التلقي والتحصيل بين أبناء الوطن الواحد وهو ما تنبهتم إليه السيد الوزير فيما بعد وقمتم بتوظيف القنوات التلفازية التي وعلى الرغم من أهميتها في تدرك الوضع إلا أنها تفتقد إلى الجانب التفاعلي الذي يتيح للمعلم التقييم والتقويم وتوجه التفكير والتصرفات والتي لها أبعاد تحفيزية ثربوية كبيرة ومؤترة في حياة الأطفال ونعتقد السيد الوزير أن الأعطاب التي سردناها هي التي جعلتكم تتخذون القرار القاضي باعتماد تقويمات الدروس الحضورية بدل منجزة عن بعد على الرغم الأرقام التي سرحتم بها من قبل مرتكزين في قراركم هذا على حرصكم على تكافؤ الفرص بين جميع التلميذ والتلميذات وهو ما يجعلنا ننوه به ويعضد ما أكدنا عليه من عدم الإثمئنان إلى الأرقام التي أصدرتها وزارتكم لا يخامرنا شك سيد الوزير المحترم أن القطاع التعليمي برمته المدرسي والمهني والجامعي يتقاصم مزموعة من الأعطاب فيما يخص تنزيل عملية التعليم عن بعد فقطاع التعليم العالي مثلاً ونتيزة لتنوعه لم يسلم من آثار جانبية لهذه العملية كان بالإمكان تفاديها لو كنا فعلاً نتوفر على بنيات تعليمية مرقمنة ومتطورة ومسائرة لمستجدات تدريس عن بعد شكراً سيدنا المحترم الكلمة للفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيسي والسيد الوزير تابعنا في هذه الفترة الأخيرة هو أحد عدد المواطنين المغاربة الذين يعيشون في الخارج الذين توجهوا وصلوا في مناصب عليا في المجال العلمي وهذا بكل صدق مصدر فتخار بالنسبة لنا كمغاربة ونريد أنه في المستقبل هذه النجوم والوزارة التي تفر لهم المناخ المناسب تفر لهم الفضاء المناسب لكي يبقوا في المغرب ويبتكروا باسم المغرب وأعتقد أنه بالموازات مع التدبير اليومي هذه الجائحة خاصة الوزارة تخلق مجموعة عمل أو واحد الهيئة لتفكر في المستقبل والتخطيط للمستقبل إذن السيد الوزير فعلا هذه الجائحة فرضت علينا موسما دراسيا استثنائيا وحاولنا خلال هذه الفترة أن نقدم للحكومة جملة من الاقتراحات العملية وأن ندعم كل جهود المبدولة خاصة من طرف أسرة التعليم الوطنية والجزء من ما سجلناه هو ضعف استعداد منظومتنا التعليمية للانتقال أو الاعتماد على تعليم رقمي دي جودا وهو محور تعديل سابق وتقدمنا به قبل سنتين بمناسبة مناقشة مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين سيد الوزير نحن نتابع عن كتب الطريقة التي تعد بها وزارتكم الموسم الدراسي المقبل والذي ينبغي أن يكون بوابة نحو تعليم وتكوين حقيقي صافي مبقاش الوقت أعتقد أنه لنا وحد العدد الملاحظات في إطار المداخل المركزية التالية أولاً أسرة التربية والتكوين لا بد من حسم المسألة الاجتماعية والمادية لهذه الأسرة وتوفير كل أسباب العطاء والإبداع لها وعلى رأسها مسألة التعاقد لما يشكله من حاجز نفسي كبير يهدد كل جهود الإصلاح فضلاً عن مسألة تفعيل تحفيزات التدريس بالعالم القراوي لنحقق تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور لكل التلاميذ سواء بالعالم القراوي أو الحضاري ثانياً التلميذ والأسرة لا بد أن يشكل الموسم الدراسي المقبل فرصة لتعزيز مكانة الأسرة كشريك قوي للمدرسة في كل المجالات وخاصة تفعيل مجالس الأقصام والتفكير الجدي في تقوية المناهج الدراسية بما يعزز ارتباط التلميذ بالمؤسسة جالو ثالثاً الديداكتيك لا بد أن يشكل الموسم الدراسي المقبل أيضاً انطلاقة جديدة نحو تطوير ديداكتيك التدريس ووسائل الشرح عبر خلق طورة رقمية حقيقية بدل الاكتفاء بالوسائل التعليمية التقليدية صبورات التباشر إلى آخره من خلال انفتاح المكتف على التكنولوجيا وذلك من السنوات الأولى من المعصر الدراسي جال التلميذ غير معقول أنه تدريس مادة تكنولوجيا لا ينطلق إلا مع المستوى التاسع ثم يتوقف رابعاً المقرار الدراسي لا بد أن نتجه بسرعة أكبر نحو توحيد الكتاب المدرسي وتجويد المحتويات وانفتاح على المواد الإبداعية والفنية خامساً المناهج نحتاج لطورة في المناهج تجعل من المدرسة فرصة ومجالاً للإبداع بدل أن تكون المدرسة مساحة إجبارية وفقط في عمري التلميذ سادساً البحث العلمي ليس هناك مجالاً للحديث عن أهمية البحث العلمي لكن دروس هذه الأزمة تؤكد بالملموس أن لا مستقبل لأمتنا إلا بالبحث العلمي والمعرفة لذلك فإننا نحتاج تطور في مجال تعزيز مختبرات البحث العلمي وتطويرها وفق ضفات التحملات طموحة مع ما يستلزم ذلك من تعبئة شجاعة للإمكانيات المالية والبشرية البحث العلمي اليوم هو الذي سألقى ضد كورونا البحث العلمي هو الذي سألقى ضد كورونا وأنا كمغربي بغيد في المستقبل أن البلادي تكون بين البلدان التي تبحث على حلول التي تنقد العالم وفق ضد كورونا أهم درس هو أن الاستثمار في البشر أكثر نجاعة ومرضوضية من الاستثمار في الحجر إذا كنا نأخذ بعض العنوان لتجربة هذه هي هذه الاستثمار في البشر أكثر نجاعة ومرضوضية من الاستثمار في الحجر ما الذي نفع الدول المتقدمة اليوم؟ هو ذلك ما الذي نتجهت من خبرة ومعرفة وتكنولوجيا دقيقة ونعرف أن العالم العالم الآن يتوجه نحو المازين من الحماية إذن هذا كيف رضع لنا كأمة أنه نعظم جهدنا وأن نتقى ونعتمد على طاقتنا وإمكانياتنا لمواجهة التحديات التي طرحت وستطرح علينا بعد هذه الأزمة وشكرا سيد نائب مداخل للفريق الحركي لقد قمت بتعقيم يربح نقصر يربح نقصر سيدة الرئيسة، سيدة الوزير، سيدة السادة النواب بداية لابد أن نشيد عالياً بالتفاعل السريع والاستباقي الذي أبان عنه المغرب على مختلف المستويات في مواجهة كوفيد-19 بمجهود جماعي، تضامني وتشاركي لكل المؤسسات والسلطات والحئات والمواطنين مشكورين يؤطره ويوجهه حرص ملكي سامي انتصر للمواطن المغربي وخصه بالأفضلية الأولوية المطلقة على كل الاعتبارات الأخرى ونحن بسبب النقاش حول قطاع تعليم التكوين لابد من الإشادة بكل الإجراءات السبنائية التي اعتمدت الحكومة في كل المجالات ومنها تأمين الاستمرارية البداغوجية عن الطابع الفجائي للجائحة الشكر موصول لكم سيدة الوزير على الجرأة والجدية والتتبع الدأوب لمجرايات تنزيل هذه الإجراءات وكذا التدابير القاضية بتعليق الدراسة الحضورية والاستمرار في التدريس عن بعد المؤسسات التعليمية والتكوينية والتي قوبلت بالارتياح والترحيم من لدون الجميع فالأمر يتعلق بفئة عريضة من ساكنة المغرب من أطفال وشباب يمتلون أطرى ونخاب وكفاءات الغد القريب فالشباب كما تعلمون بوابة المستقبل والطروة الحقيقة ويجب تحسينه وحمايته وتنمية قدراته الشكر كذلك والتقدير لنساء ورجال التعليم والأطور التربوية التي تعاملت مع الوضع بحس وطني عالي قوامه الانضباط والتضحية والمسؤولية وأبانت عن قدرتها لتملك واستعمال وسائل الرقمية في ضرف وجيز جعلت العملية التربوية تمر في جو مقبول رغم الضرفية الغير مسبوقة وإذا كان لابد من الإدلاء بتقييم المرحلة للتعليم عن بوابة فإننا نعتبر تجربة ناجحة كما أوضحت من خلال الإنجازات وإن سجلنا بعد النقائص على مستوى العديد من المناطق القرية والجبلية وهو مش المدن والمرتبطة بالتغطية بالأنترنت والرقمانات وربط المدارس والمنازل بالطاقة وفي الأجهزة الإلكترونية الدكية للتواصل عبر الدعامات والمنصات الرقمية والقنوات الفازية وباستحضار هذه الفجوة الرقمية والتباين التنموي بين العالم الحضري وهذه المناطق الهشرة فإننا نؤكد مجدداً في الفارق الحركي على ضرورة يرفع التحديات المرتبطة بالمعيقات السوسيولو-اقتصادية والاجتماعية وكذاً جغرافيا بهذه المجالات بتضافر جهود الحكومة والجامعات الترابية والمجتمع المدني كما نلح على ضرورة تنزيل القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين في الشق المتعلق بإعطاء تمييز إيجابي لفائدة الوسط القرى وشفى الحضاري والمناطق المعزولة لتدارك الفواري سيد الوزير إنكم بتوفير هذه الظروف وبالنظر لأهمية التعليم في التنمية والإدماج فإننا نقترح عليكم في الفارق الحركي أولاً اعتماد التعليم عن بعد في هذه المناطق كفرصة مواتية لتحويل إكرهات إلى فرص بيداغوجية وكمخرج لتدارك بعض الاختلالات كالخصاص الحاصل في الموارد البشرية التعليمية وصعوبة التنقل وتوقف الدراسة بسبب الظروف الطبيعية القاسية كتساقط التغلوج أو الفيضانات ثانياً في نفس السياق تلقيم اللغة الأمازيغية عن بعد ليس فقط لتنزيلها كلغة رسمية كرسها الدستور وأترها القانون التنظيمي ولكن أيضاً كوسيلة للتنمية المجالية عبر التعلم واكتساب المعارف وتقديم المساعدة عن بعد والتأطير والتحسيس ثالثاً المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد الذي رأه ضرورياً بعد الجائحة ومأساسته عبر إحداث مديرية خاصة ووحدات جهوية في إطار مقاربة شاركية بهدف خلق مدرسة وجامعة افتراضية مما يتطلب حتماً دعم ميزانية البحث العلمي في اتجاه خلق تعليم قوي يستجيب للتحديات والخصوصيات ويستثمر بشكل أفضل الدكاء والكفاءة والإبداع المغربي سيد الوزير ختاماً نتمنى لكم التوفيق في تدبير كل الجوانب المرتبطة بنهاية السنة وكذا بداية السنة المقبلة في إطار المقاربة التشاركية التي دأبتم عليها على أساس مراعاة شروط الصحة والسلامة الضرورية والتعامل مع إنتاج الإنسان الفاعل بنظرة متجددة على مستوى المناهج والبرامج وفي إطار ولوج جميع أبناء المغرب لتعليم دي جودة يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية قبل أن نختم كلمتي بطبيعة الحال نحن نفع عالياً تقديرنا واحترامنا لكل المرابطين ولكل المتدخلين خلال هذه الفطرات الجائحة لحماية المواطنين وأيضاً لجعل المواطنين يستفيدون من كل المستلزمات في هذا الظرف العصيب من أمن وجيش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيدات والسيدة والنواب المحترمين في الواقع كانت ترجمة مرحلة مهمة جداً فاصلة في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الحياة المغربية لا يمكن إلا أن نعتذب بالمجهودات والمقاربات الاستباقية وهي مقاربات خلخلت الوضع القائم وعطتنا أمل في أن المغرب له أبناء في أن المغرب سينتقل للمرحلة جديدة ويقتع مع المقاربات السابقة المقاربات التي دائماً كانت تسجدنا في الانتظارية وفي التلكمع كان لدينا إصلاح فيه واحدة معركة كبيرة وشكل واحدة نقطة ضوء كبيرة في الحياة الدراسية وفي الحياة التعليمية وكان من الممكن أن نجاوزوا مجموعة الاختلالات القائمة لو أننا فعلاً جاءت القوانين التنظيمية وقدرنا واحد الأشواط وقطعنا واحد الأشواط لكن الجائحة فرضت علينا منطقها فرضت علينا منطقها وفرضت علينا وضع استثنائي ولكن كانت هناك مقاربة وكانت إرادة كانت إرادة وكانت التقائية ديال أننا فعلاً أن التعليم نعطيه واحد الفتحة ونعطيه واحد الإمكانية لكي أن هذا التعليم ننقله إلى مستوى أفضل تدابير للتأخذات الوزارة كانت تدابير في وقتها في الواقع أنا كان أعتبر على أن تدابير فيها تبصر وبالتالي أنها أعطتنا فرصة لإحداث التحولات الرصينة والهادئة في التعليم إحداث هذه التحولات الرصينة أخذنا بعي الاعتبار أنه كانت اختلالات وكانت معضلات وكانت معيقات وكانت إكرهات وهذا والتحدي وهذا والرهاد على أهمية هذه الصعوبات والإكرهات التي تقدمها في مجال يعني لا يوجد إنصاف بشكل مطلوب لا يوجد تكافؤ الفرص بشكل مطلوب على المستوى الاجتماعي أو على المستوى المجالي وبالتالي كان هناك خفض منصوب التقاء في المنظومة ولكن هذه المبادرة وهذه الجائحة شكلت لنا فرصة ثانية في الأزمات يجب أن نقتنص الفرص فرصة ثانية التي أعطتنا هذه الإمكانية لأننا نمد المنظومة التعليمية بجرعات قوية من هذه الجرعات كان هذا قرار التعليم يعني تعويض التعليم الحضوري بما يعني هذا التعليم الحضوري وعنده مقويمات بدغوزية خاصة هو الدرس بشكل مباشر مع الأستاذ هو السلطة المعركة للأستاذ ولكن اتخاذ هذه الخطوة وهذا التعليم عن بعد كان فيه مجازفة ولكن كان أثاسي في الحياة التعليمية لأنه فعلا بقدر ما أنه شحد كل الأطور التربوية والفاعلين التربويين والشركاء والأسر انتظروا الأسر رجعت كتواكب وكتأثر تلميذ داخل البيوت وهذه نقطة مهمة لأننا كنا محتاجين إلى الأسر كشريك فعلي الأساتذة بدعوا ودروا مبادرات وعطوا مجهودات وعطوا فهذه نقطة تحول لأننا نلتقطها التدابير التي قدمها الوزير هي تدابير تنمى عن رؤية شبولية لكيفية تدبير هذه الجائحة في هذا الزبل الستنائي ولكن بالنسبة لأننا نعتبر على أهميتها فتطور الوضع الوبائي نحن لا نعرف إذا كان في شهر سبتمبر سيكون هناك امتحانات أخرى وسيكون الدخول المدرسي والجميعي وسيكون مع ذلك يجب أن هناك سيناريوهات يعني احتياطية لكي نرى إلى أي حد أننا سنجح في هذه النظرة ونحن هذه التقافة الجديدة لأننا نسلح بالدرسة باقية وأننا نأخذ المبادرة الجرئة في وقتها ونستنفر كل إمكانية المعدة هذه مسائل التي يجب أن نستثمرها في أفق أننا ندير واحد الإرصاء فعلي سياسة تعليمية التي تضمن بحق وحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة الحقيقية وهذا يقتضي دونما يقتضي التنزيل الفوري بشكل موازي للقوانين التنظيمية لقانون الإطار لأن قانون الإطار في العديد من القضايا التي تترونها والتي أعرّت عليها الجائحة الآن في الواقع التعليمي رغم المجهودات أنا أشهد بالمجهودات التي يقوم بها سيد الوزير وولد الدراسة العمومية هو أستاذ كي يعرف ويخبر جيداً الواقع تعليمي بكل إكرهاته وصعوباته ولكن مع ذلك أنا أعتبر بأن الحكومة مطالبة بأنها تنزل لأن إشراق الأسر يجب أن يكون في تواصل دائم هذا واحد التعبئة المجتمعية النائبة الكلمة للمجموعة النيابية لتقدموا الاستراكية شكراً سيد الرئيسة بالتالي الضرورة حتمية اليوم لتفعيل وتنزيل قانون الإطار بشكل صارم وبشكل إيجابي ورفع ميزانية التربية والتعليم بشكل قوي اليوم وتوزيعها بشكل عادل بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية وأيضاً يساهم في محو أساسي للفوارق الطبقية الاجتماعية اليوم التي فرضتها أزمة منظومة التربية والتعليم على نتاق واسع ونقترح في المجموعة النيابية على الحكومة أن تفرض ضريبة التروة من أجل تمويل منظومة التربية والتعليم سيد الوزير اليوم لا بدء على إسراع إسراع قوي بتنزيل نصين أساسيين تنظيميين في قانون الإطار نص يتعلق بالتعليم الخصوصي ونص يتعلق بجمعيات أباء وأمهات وعلياء أمور تلني هذا أمر لم يحيد على من أجل بل أن نقائص أولاً وثانياً صحيح كثير من اختلالات سيد الوزير اليوم تعليم عن بعد أبان بأنه علينا القطع تماماً مع ما يسمى بالكتاب المدرسي الورقي اليوم يخصنا الولجؤ بقوة إلى عالم رقمنا والفوري من أجل برامج إلكترونية من أجل مدرسة افتراضية من أجل تقوية منظومة التورة التكنولوجية اليوم تلميذ اليوم أصبح أدك من الأستاذ تلميذ اليوم يتعامل بقوة مع الأجهزة الإلكترونية وبالتالي علينا أخذ العبرة فلتية سيد الوزير أيضاً نطالبكم بتقييم فعال لتجربة التعليم عن البعد سواء من ناحية الجانب التقني أو من خلال الجودة والفعالية والإسراع بخلق وبناء صرح الجامعة الافتراضية التي ستقدم خدمة نحو الأمام أيضاً سيد الوزير بغناء البحث العلمي لتعزز ما تديره معنوياً بورش جاد وهادف سيد الوزير كفى كفى من التوجه الأكاديمي العلمي المبني لتقييم جهود التلاميذ على الامتحانات كفى لنبحث عن آليات أخرى لهم التلاميذ والتلميذات مرعوبين ينتبههم الرعب بسبب كورونا أولاً وبسبب هذه الامتحانات القادمة وبغينا سيد الوزير أن الامتحانات المقترحة تكون عادلة ومرصفة وتتناسب مع كل المستويات وما بغيناها تسام في تمييز وتسام في تعزيز الفوارق سيد الوزير حاجة ناسة أيضاً وأنتم تقدموا الأجندة للدعم النفسي والاجتماعي بالتلامي للتلميذات الدعم النفسي والاجتماعي ونطالب وزارة الصحة بيدعمكم في التجاه أيضاً سيد الوزير تخفيض عدبة النجاح في باقي المستويات مطلب جوهري لأن كثير من المؤسسات تفتقد لفروض وهناك بل مجهز الفروض وهناك غياب عدد من المعطيات كافلة بنجاح التلاميذ هذا التلاميذ الآن التي تكلمت على مجلس الأقصام سيد الوزير كثير من المؤسسات لم يفهاش مجلس الأقصام أو لم يفهاش تبتل يد التلاميذ أصلاً لم نعرف لم نعرف وطلبنا بها إبانا أسأل المشكل التي طرحها في ذلك الوقت علاقة بالساعة الإضافية وقلنا بأن التلاميذ اليوم خاصة دان لأمتخابات ونربيه بعد الديمغراطية ويكون لديهم تبتليات داخل مجلس الأقصام من أجل إشراك الجميع للأساتذة والأطاة طلبوية والتلاميذ وجميع الأباء والسلام عليكم شكراً سيد النائب رد سيد الوزير فيما بقي من دقائق محترمة سيدات وستاذة نواب كنشكركم على التفاعل جدي والمقول ديلكم وأريد الأجوبة على بعض التساؤلات أولاً الرهانة لليوم عن الوزارة هو إنهاء السنة الدراسية في أحسن الظروف في ضل هذا الحجر الصحي وتنظيم الانتحانات باعتماد التدابير والإجراءات الوقائية والصحية حتى الحمد لله نتمكن من اجتيازها في ظروف ملائمة الرهانة هو إنجاح الدخول الدراسي المقبل بمباشرة الأوراش الكبرى التي استرناها ولسيما وحد العدد المشاريع الأساسية بما فيها التعميم والجودة وأيضا التعليم عن البعد لكي نطمح للمدرسة الرقمية والجامعة الرقمية من تكوين من تجهيز من من أيضا اعتماد بداغجية مبتكرة خاصة بهذا التعليم عن البعد من تجهيز العلاقة بما تفضلت به بالنسبة للقرارات المتعلقة بتنزيل مقتضيات قانون إطار المخطط الشريعي جاهز وتم اعتماده من طرف الرجنة الوزارية المختصة لتتبع ورش الإصلاح التي يرأسها السيد رئيس حكومة ولكن في ضل هذه الظرفية العصيبة والسيطنائلة كنعيشها تعطت الأولوية لحد العدد النصوص لعلاقة بهذا الوضعية الوبائية إن شاء الله نراهن بأن بعد الخروج من هذه الفترة سننكب على هذه الأوراش التشريعية المتنوعة والعديدة والغنية بالنسبة لبحت العلمي هذا من الأوراش الأساسية التي لدينا في الوزارة والتي نعطيها مكانة خاصة واليوم نريد أن نحي جميع الأساسية الباحثين التي عبروا على عمل تطوع في تدبير مواجهة هذا الوباء ب عدد المبادرات على المستوى الاجتماعي والنفسي على المستوى الاقتصادي أثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني بالنسبة الطبي والعلم والتكنولوجي مبادرات كثيرة كنت لدفعات الوزارة لتجعل برنامج دعم البحث العلمي في ظل جائحة كورونا اليوم الحمد العدد 400 مشروع التي تم تقديم له وبعد قليل سيد رئيس سيعطي إفادة في هذا المشروع والنتائج المحصلة عليه وهذه تسبب على أن كان لدينا مؤهلات وطاقات كثيرة من الأساتد الباحثين وخبرة وجربة عالية ويمكننا نفتخر اليوم لأن هذه الطاقات لتنمش المؤتمرات الدولية الحمد الله لتساهم في إشعاع الجامعة المغربية والبحث العلمي المغربي اليوم يجب اعتماد حكامة خاصة بالبحث العلمي على المستوى التدبير المالي على المستوى الهيكل على المسألة المسألة بحث علمي فائدة سيكون لدي واحد الوقع مباشر على الاقتصاد وعلى الوضع الاجتماعي والتنموي الوطني أريد أن أتمن كل ما جاء على لسانكم من مقترحات من توصيات وإن شاء الله سنتبناها في الوزارة وسيتم أجراءتها مباشرة بعد الرفع ديال هذا الحجر الصحيح شكرا لكم نشكرا السيد الوزير